أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام ويعود إلينا سياسة العراقية المستقل سيد لطيف الربيعي عبر الهاتف من عمان مرحبا بك مجددا أستاذ لطيف أهلا بك أحياءكم الله إذن محاولة اغتيال كان آخرها محاولة اغتيال عضو تحالف سائرون محمد علي زياني في منطقة لطيفية كيف تقرأ الصراع على المناصب وسط هذا التصعيد الذي وصل إلى المحاولات الاغتيال أهلا بسلم نخطاني بكم هذه هي هارة أيضا من الأسئات والتكسلات والسماد الحجارة والسحراء كيادات ميليشياوية كيادات أسرابية ستنحر فيما بينها يعني ترجم بذلك ما هي هذه الأسئة للقبرة والسئة للعراق وما قالت أهلا بسلمة والسالة هذه التصناح طبعا لا تنم عن وشارة نظر في أسئة معينة إنما تنم عن حفظ يعني حفظ اللتين فينا بينهم منحان الله أهلا يعني أدخل الضغطين بينهم وفي رسولهم وفي طلوبهم لأنهم أداء إذا أدوا كثيراً العراق والشابسي في هذه التصناح يعني الحالة للمسارة العراق السياسي أهلا بسلمة الحقيقة والصوت لا يصلنا بصورة جيدة إلى أي مدى ترى أن التأخر في استكمال الحقائب الوزيارية سيزيد من هذه المشكلة ومن وثيرة العنف طبعاً مرتاني نقول أن هذه العملية الخزداء العملية يعني التي في خطقة العراق من أموك وعروبك في أموك هذه المناصر في مجاهدات وفي عملية كراء ووضيع وكأنها فلع مردية على الشارع لا تحكة نهائياً هيبة الدولة ومكانة الدولة العراقية وهي ما نسأل الوضع السياسي الوضع الفائل هي الآن لا دولة لا قيادة هم أتعلم ما يسمى بالرئاسات الثلاثة هذه هي يعني المعاق صراحة المعاق تنسب أجمع خارجية وبالتالي لأنها تقادرة على اكتعاد ما هو العراق العراق بأنها تطوي يا أخوان يسمعون العراق طوي وقطيب بتاريسة بكل شعب بكرباط بكل شيء بالتالي هؤلاء معاق صراحة لأسف من دام السياسة والحمد لله فلنق يعني تاريخهم السياسي قد قد احسن السياسة منهم ومن أين جاءوا وكيف أصبحوا وماذا كان لن نكون وماذا الآن لن نكون بالتالي كل هذه بجرد عطابات نعم سيد لطيف عطابات مستضفة وغير قادرة على اكتعاد ما هو فيه يعني هم السياسة هي الدولة العراقية كرغم الدولة العراقية التي نراها كما يراها الأجبانية الثابتة هي تتخذ الدولة المنخورة والتي لا دولة سراحة شكرا جزي لك هاتفين من عمان السياسة العراق المستقل سيد لطيف رو بيان